ماني بي غير أكبرك نتواصل معكم مشاهدينا لحبة في أمسية الليلة ونتواصل أيضا في متابعاتنا المختلفة نتحدث هنا عن بحر المسرة ليحفظ وتسويق المنتجات السمكية هذا المشروع الذي أيضا يأتي بدعم من مركز الابتكار الصناعي تفاصيل مختلفة بإذن الله برفقة ضيفتنا الكريمة الرئيسة التنفيذية لمشروع بحر المسرة المهندسة فرحة بن زاهر الكندية نساء الخير المهندسة فرحة وحياك الله في برنامج من أمامك أهلا وسهلا بكي وبالمشاهدين الكرام الله يخليك بداية نتعرف على أيضا تجربتك العملية في قطاع الصناعات السمكية وتحديدا في مجال حفظ وتسويق المنتجات السمكية والتي ساهمت بكل تأكيد في تسويس مشروعك الحالي أيوة نعم طبعا فكرة المشروع بدأت عندما كنت أعمل بوزارة الزراعة والثروة السمكية وقتها كنت دائما أتساءل هل هناك دور للمرأة في قطاع الصيد كما تعلمين أخت بيان أن السلطنة تزخر بكميات وتنوع كبير من الأسماك طول السواحل وما يقارب على أكثر من 35 ألف أسر عمانية تعمل وتعتمد على هذه الثروات بمعنى أن هذه الأسر تقوم بالصيد وسابقا أيضا كانت تقوم بالتشفيف والتمليح فكنت دائما أتساءل هل هناك دور للمرأة في هذا القطاع جميل ومن هنا بدأت الفكرة تتكون لدي وقمت برحلات عديدة في محافظات وولايات مختلفة في السلطنة وفعلا وجدت أن المرأة لها دور في هذا المجال ما زالت المرأة تعمل في جمع المحار أو التشفيف فبدأت أفكر أنه هل ممكن أن نقوم بتطوير هذه المنتجات فبدأت أفكر هل بإمكاننا أن نعمل على تحويل هذه المنتجات من منتجات بسيطة تستهلك من قبل الأسر إلى منتجات قابلة للدخول في الأسواق المحلية جميل ومن هنا جاءت فكرة بحر المسرة أيها نعم طبعا بحر المسرة مدعومة هذا المشروع من وزارة الزراعة بدءا من تجهيز المكان والدورات سابقا كان لدينا خبراء يعملون معنا في الوزارة ومن ثم كم تم حاليا دعمها من قبل مركز الابتكار الصناعي نفس الشيء تم استفادة من قبرات سواء داخل السلطنة أو خارج السلطنة تم تدريب عدد من النساء في هذا المجال وطبعا كانت الدورات تتراوح من دورات داخل المعمل أو بشكل محاضرات نعم يعني منتجاتك اليوم تتميز بأنها فيها تقليدية وعصية تجمع بين المجالين أيها نعم كيف ساهمت أيضا في تأسيس هذا التناغم بين العصري والتقليدي من خلال هذه المنتجات تستطيع أيضا أسواق محلية وأيضا أقليمية ودولية أيها نعم هو الفكرة كانت في البداية أنه على سبيل المثال عندنا منتجات سمكية تقليدية موروثة يعني على سبيل المثال عندك المالح أسماك المالح هذه منتجات معروفة ومطلوبة في السوق ولكن يعني ولفترة طويلة هي يعني كانت بشكل لا تسمح لها أنها تدخل في الأسواق المحلية نعم فبالتالي احنا عملنا على تطوير الجودة تحسين الجودة كذلك تطوير نوعية العلب بحيث أنها تكون محكمة وتكون يعني بطريقة جيدة وبشكل جديد وكذلك صغرنا الحجم بحيث أنه حاليا هناك يعني أسر صغيرة لا تحتاج إلى العبوات الكبيرة مثل سابقا فقمنا بتطويرها ولله الحمد لقت يعني قبال كبير منتج المالح المصغر وبعدها قمنا نفكر أنه هل هناك منتجات تتواكب مع الحياة العصرية فقمنا بتطوير منتج جديد باسم برغر سمك برغر سمك حتى تواكب على الحياة السريعة العصرية التي حاليا الأسر تعيشها فنفس الشيء عملنا عدة أبحاث وتجارب كبيرة حتى نعطي النكهة العمانية إبراز النكهة العمانية في هذه المنتجات جميل يعني أيضا ذكرتي في حديثك أن المشروع يستهدف تدريب وتوظيف أيضا نساء على السواحل العمانية نتحدث أيضا عن هذه العمليات التي جرت أيوة هو طبعا يعني بيئة العمل جدا مناسبة للفتيات فقمنا بعمل عدة دورات على مر السنوات أنه كيف أنه إحنا ممكن نقنع الفتاة العمانية أن تدخل في هذا المجال جميل ولله الحمد يعني توفقنا كثير وتم تدريب عدد من النساء تقريبا ما يقارب أكثر من ثمانين امرأة استفادوا من هذه التجربة نعم نحن نشاهد على الشاشة للحين يعني مجموعة من المنتجات بتغليف أيضا جميل كيف حرستم على جودة التغليف أيضا والتقديم يعني منتجات سمكية تكون حساسة يعني تحتاج إلى تغليف وتخزين معين حتى تكون صالح حالي فترة ممتدة أيوة نعم هو كل الفكرة كانت أنه إحنا كيف ممكن ندخل الأسواق يعني كنا نقارن المنتج التقليدي العماني بحالته الحالية وكيف إحنا ممكن نطوره أن تدخل بسرعة وبصورة يعني جيدة وبصورة جذابة جدا حتى أنها تسهل للمستهلك سواء العماني أو غير العماني أنه يطلع على المورثات العمانية جميل ما يؤكد ويبرهن على جودة عملكم وإبداعكم في هذا المجال حصولكم على جائزة في مسابقة الشرق الأوسط للاختراع بدولة الكويت جائزة ابتكار الذهبية المزدوجة نتحدث عن هذه الجائزة أيضا ولله الحمد وفي عام عشرين في قمة كورونا الحمد لله جاء ترشيحنا لدخول في جائزة ميوين أو جلوبال ميوين اللي هي خاصة بالنساء المبتكرات جميل فقمنا بالدخول على مستوى الشرق الأوسط وبعدها تم تأهيلنا للدخول في الجائزة العالمية ولله الحمد فزنا على مستوى الشرق الأوسط ومن ثم فزنا في الجائزة العالمية جميل فخورون أيضا بكم بعضاءاتكم المختلفة هل عندكم فكرة قادمة لتوسيع منتجاتكم على مستوى الأسواق أو حتى لإنتاج منتجات جديدة حاليا نعمل أنه أولا أنه ندخل في الأسواق العمانية وثانيا ندخل في الأسواق الخليجية ومن بعدها ندخل في الأسواق العالمية كل التوفيق لكم إن شاء الله شكرا لك وجودك اليوم في برنامج من عمان المهندسة فرحة بنت زاهر الكندية الرئيسة التنفيذية لمشروع بحر المسر سعدنا جدا بك أحسنت شكرا جزيلا ونتواصل معكم مشاهدينا بكل محبة في أمسية الليلة بعد الفاصل الختام مع محطة شعرية ابقوا معنا